مرور عقد على آخر انتخابات لها لم يتبقى إلا أشهر قليلة على إجراء انتخابات مجالس المحافظات التي حلها مجلس النواب على إثر احتجاجات تشرين في العام 2019 ورغم التصويت على قانون إجرائها في تشرين الثاني المقبل إلا أن الجدل بشأن عودتها إلى العمل لا يزال قائما إيقاف الخرق الدستوري بحلها ومنع استغلال المحافظين لمناصبهم بغياب الرقابة ذلك هو ما يره بعض النواب سببا لضرورة عودتها استغلال الحكومات المحلية منها المحافظين للفجوة الموجودة من الرقابة عند المجالس المحافظات بعد تجميده في سنوات السابقة وباعتقاد إرجائها سوف يكون مهم جدا لرقابة المشاريع الموجودة داخل الحكومات المحالية في المحافظات أساس الديمقراطية والانتخابات الجديدة وانتخاب المحافظ وانتخاب رأسالة الوحدات الإدارية وانتخاب مدراء الدوائر الآن الأحزاب الحاكمة مسيطرة على المحافظات وتقوم بتعيين المحافظين ومدراء ورأسالة تابعة لأحزاب ولا تحقق مصالح الشعب العراقي وإنما أحزاب تبحث عن مصالح الشخصية والأضرار بمصالح الشعب العراقي حل تلك المجالس كان أبرز مكتسبات احتجاجات تشرين كما يقول نواب ممثلون لقوة منبثقة عن الاحتجاجات والعودة إليها يمثل مصادرة للمطالب الشعبية بإلغاء حلقة زائدة واستنزاف للموارد المالية وتكريس للوجود الحزبي في السيطرة على مصادر القرار حسب قولهم هو تغييب أصلا لأصوات تشرين ومصادرة للإنجاز اللي سوينا بثورة تشرين العظيمة اللي هو إلغاء مجالس المحافظات والمجالس البلدية وهو حلقة زائدة واستنزاف لأموال طائلة مجالس المحافظات هي حلقة زائدة بالنسبة للحكومات المحلية اليوم القانون شرع داخل مجلس النواب على الرغم من معارضتنا إليه على الرغم من الأشياء اللي صارت داخل المجلس بالأرواقة المجلس نحن معارضين إليه ولسنا اليوم جاي نشتغل سياسة بالحقيقة ووسط الجدل حول عودة المجالس وتشكيك بعض النواب بالقدرة على اكتمال استعدادات لإجراء الانتخابات خلال الفترة القليلة المتبقية فقد أكد رئيس الوزراء محمد الشاع السوداني خلال ترأسه اجتماعاً ضم رئيس وعضاء مجلس المفوضين لبحث استعدادات إجراء انتخابات مجالس المحافظات دعم حكومته للمفوضية عاد النجاح تلك الانتخابات ترجمة لبرنامج ومنهاج حكومته رغم الاختلاف بشأنها بين مصادرة مكتسبات احتجاجات تشرين واستكمال متطلبات الديمقراطية إلا أن انتخابات مجالس المحافظات باتت أمراً واقعاً لا بد من التعامل معه كما يقول النواب الموثلون للحركات الناشئة عن الاحتجاجات أسعد الزلزل الحرة بغداد